اشتركوا في القناة 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 اللي بيتقالع لهم دولوات ان هما كده دول هما تلعوا في الفترة دي اصلا هما تلعوا كده اتسحبوا كده تلعوا بهم الموجودين طب ازاي الكورونا انا مش عايز اخدك بقى في حتة في قضية ولكن انت بتصير الله القديم هنا بس ده مش عنا بس يعني بس مع المطربين حتى اكبر مني وقادم مني وانا شخصيان بتعلم منهم اتقذوا بسبب الكلام ده في الناس كتير قاعدة في البيت بسبب الكورونا؟ مش بسبب الكورونا لما جات الكورونا الناس كلها كانت في البيت ففي الوقت ده الناس دي ما كانتش بتعمل حاجة طب اليدن بقت بتنقي بقى الكويس مع المطربين الكبار او دول ما بيوش يعملوا حاجة اللي هم بيعملوا اغنية بيصرفوا عليها يعني انا فاكر ان انا كانت اقل اغنية ممكن اعملها فالفين واثناشر انا كانت ممكن تتعمل معي خمس ستة لاف جنيه اوديو بس ده وقتها الفين واثناشر الكلام ده وانا مبتدئ المطرب اللي هو لي اسمه ممكن يخشره في خمسين وسبعين وثمانين وستين كمان ممكنات مختلفة فهو عشان يعمل اغنية هيكلف فمحتاج دعاية طب هنزلها فين طب انا عملت اغنية وعملت لنفس قاعدة مان عايز اشتغل لايف عشان الام ده مش عايز اشتغل لايف لاني في كورونا فكانت هي لفة كبيرة كده طويلة انت عايزت يعني اللي انا يعني متفاجئ بيه ان موضوع الكورونا ان هو ممكن يكون اثر بالشكل ده على الاداء اللي مرتبط بالعديد من المطربين الكبار معنى كده ان هي الكورونا قدت ان هي ظهر المطربين اللي هم بقى بيعملوا الحاجة مش مش متكلفة كتير بالذات فبتد التأثر على الزوء العام المارجات كان فيه ممكن موازع عاد في قوضة مازك لابتوب مارجان بخمسمائة ستمية جنيه اي اقاع والله العظيم اي اقاع باي كلمات واي كلام اي ده بيقى قدام المايك بيقولك الكلام هو بيغني يعني بيجي على باله يعني اه بالزبط اقول اي حاجة طالما في الصحاب وغادر الصحاب والخسيس ومتعارف اي كده اي حاجة من الحاجات دي اقول اي حاجة فيها الكلام ده اتصرخ ونشز تبدأ بسبب ايه يعني ده موضوع يعني مرتبط بان ثقافة المجتمع اختلفت ولا هو بس علشان ده ده بقى ثقافة المرض زي ما بيت قال ان هو الناس قاعدة في البيت فاي حاجة بتتقابلها يعني الناس كانت قاعدة والناس برده كانت نفسيتها مش كويسة فهو عاملين له الشكل ده بقى على الشجن بالزبط هو جاي بي حاجة بتفرحه او حاجة بتفرحه او حاجة بتخرجه برا الموند ليه ده غدر الصحاب ده بيفرحه معرفش ازاي بصراحة يعني غدر الصحاب الحاجات دي اش حاجات تفرح ادحات تقلب المواجع فازاي والله هو موضوع غريب شوية بس فعلا في الفترة دي انت فعلا انا فت نظري المهرجانات والحاجات دي ضربت وكل ايه تدور حوالينا السحاب والصديق السيء مش عارف ليه ويعني مع ان مجتمعنا المفروض المفروض الحاجات دي مش انت مغنيتش مهرجانات خالص لا 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 تنتمي لهذه لا انا عدت تقريبا سنتين ما بغنيش اصلا عشان ما بغنيش ده لان ده اللي موجود ده اللي موجود ده اللي بيفرقع ده اللي بعمل بوم زي ما بيتقال بالزبط وابسط حاجة بتتقالك ناس نكحة ناس نكحة وشغالة وهم المطلوبين طب ايه موضوع الفلاشة ده موضوع الفلاشة هو القصة كلها ان الاغاني حالان دلوقتي اللي هما بيغنوها هي شبه ما بتتقالش لايف اصلا خالص صعب ليه لان ما فاش غنى انا ما فاش غنى يعني او عايزها مؤدي مش مطرب وغير مؤدي مش مطرب هي القصة كلها بتبقى سليخ مع حاجة اسمها اوتوتيون اوتوتيون ده لو انت بتقول حاجة بره النغمة هو الاوتوتيون بيحطك جوه النغمة بس بيصوت الكترونيك شوي الكترونيك اه بالزبط وبالعكس ده انت كدل ما تنشز اكتر وتصرخ اكتر وتطلع بره اكتر هيبلا الموضوع احلى لان نغمة كده زبطة بزيادة كمان فهو مش هقدر يقول ده اللي هو اسجله في الاستوديو ده وقاله وعملي يعني عشان الاوتوتيون ده الكتروني مش هارس يعملوا لايف فمش هتلع يقوله لايف فبنشغلوا طبعا الموضوع بلاي باك وبطلعوا يقولوا معاه هو بلاي باك اه فهو مش هقدر يلغل ده يعني هو مش هقدر يجيب فرق موسيقية وراه طب هو البلاي باك ده الموسيقى بس وهو صوته ولا بيبقى صوته كمان بلاي باك يا بيحرك شفيفه على الاغنية اصلا ده نسبة كبيرة بنتميم يعني بالزبط زي الليبسينج بالزبط بتاع تيك توك والحاجة دي اما بيشغلها عادي وبيحاول يقول معها كده على خفيف كده بس ما يبقينشي نفسه هو انه هو بيقول يعني يعني هو مينس تون بس دي بصراحة يعني النقيب مصطفى كامل حاليا بما انه في النقابة بصراحة اه يعني في كذا مطر بيبتده يبعط له منظرات لو هتشتغلوا يشتغلوا لايف في موسيقيين عندي في النقابة لازم يشتغلوا دي بصراحة ابتده يعملها طب ده ممكن الراب غير اللي انت بتقوله ده ولا هو ده الراب لأ الراب مستحق الراب ده بالذات بقى يعني هم حتى عارفين ده بتقول الراب صعب ان يتقال له ايه باصلا مستحيل لا طبعا وهم معتمد على فلاتر وحاجات بتتقال في صوته بتتلاقي فيها افريكتات معينة شبه الجتاري الالكتر الكاب تتقال بصوته وجمل معينة فالموضوع يعني شو اكتر منه غنى لانه هم مش غنى يعني انا عن نفس انا بصنفوش غنى اصلا طب دول معنى كده ان دول بقى حيختفوا بسبب ان هم لازم يلتزموا بفرقة ولهم بيغنوا ما ينفعش مع فرقة موسيقية فهيبتدوا بقى يحصل عملية فلترة ليهم ولا ايه هم اللي انا عارفوا ان هم تقريبا بيبقى ليهم شعبة لوحديهم شعبة بيتسمح لهم بالفلاشة مش بيتسمح لهم هم بيحاولوا يتحايلوا انه يتسمح لهم بالكسة ديت بس يعني ان هم برضه هم قلوه صراحة في اكتر من مؤتمر في النقابة احنا مش مطربين يعني مش همسك الميكروفون وقولي عيني يا ليلي والكلام ده انا مش بتاع الكلام ده انا راجل بقى ادي مع الاقاع بقول معاه بزمن معين وبطريقة معينة وفيه ناس بتحب تسمع ده انا بقى اديه ده دمهم بفوز والله اه لاي والله هلله عشان شربت موية والله ممكن اه عشان شربت اني يلا لا زال فوق خلم هناك pixوق واني انت صراحة من النه متبقى اللا غني دي صعبة جدا انه طبعا ممكن تتبقى باربعين في المهم من مستوىك في الوقت ده اصلا لسا الاحبال متبقاش لسا انت بان انا يعني العادي قبل ما تغني لازم يشرب حاجات سخنة نعم باشرب حاجات سخنة وبعمل فوكاليز وبقول جوابات وقعد أعمل كزه شغل أى نفسها علشان اطلع وانا ready بس وانا وصح منهم بتبقى صعبة بقى مزرعها بالي لسه مضاريتش طب دورها كده اه طبعا عشان كده انا موضح لسه ده المشاهدين طب الموسيقى بتشيل عيوب برضو بعض الاسوات الموسيقى بتشيل عيوب بعض الاسوات يعني ممكن الصوت يبقى تعبان مثلا انت صدفة ان انت تعبان ومتقدي فممكن انت تعتمد على الموسيقى شوية انها تساعد في القصة ده ولا بيبقى صعب بيبان بقى برضو بص يا دكتور هاني لعيب الكرة ممكن لعيب هو لما يسعته للكرة بقى انه لعيب كويس بس مش موفق او جت معه كم كرة قلشت منه بس هو في بقية احداث الموتش هو لمسيته كويسة بس فيه كم لمسة معاه قلشت ده الطبيعي ده احنا كده هو بيسخن برضو لعيب الكرة برضو اه طبعا قبل ما ينزل لازم يعدي سخن اه طبعا لو ما سخنش ممكن يتصابه ممكن يتصل له حاجة مطرب برضو قبل ما ينزل لازم بيسخن طبعا اه فممكن انت في بعض الاوقات ممكن تكون مش موفق في حاجة امام ده عادي بس بيبان من الخامة ومنطرقته هناك ان ده كويس فدي اللي بيتفرق بينك كويس وفي حد بيقى مش كويس يعني انا بيصعب علي نفسي لما لاي ناس مثلا معلقاش علاقة بالغنى خالص ويتقالي النجم فلان والنجم فلان وما تيجي تتكلم يقول لك ايه انت مستكتر عليه مستكتر هي التقييمات اختلفت موضوع التقييمات بس انت بتبقى عارف كمطرب انت خوي في ايه وضعيف في ايه ولا لازم تبقى خوي في كل حاجة لا بالعكس لازم عشان اصلا تشتغل على حالك نقط ضعفك الاول انت بينك ومن حالك بتعرفها وتعرف انا مقصر في ايه او انا اللي انا مش كويس فيه اوي عشان احاول اتلشاء او حاول اقوي نفسي فيه او ابعد عن ده وخليني في الحاجة اللي انا كويس فيها كده يعني طب انت بتحب تغني المين او الحاجة اللي تحس انك متقلق فيها وتكون فريحة كده حاجة تكون فريحة ومتقلق فيها ممكن اغني عمرو ممكن بحبها يعني اعنيك دول ولا امورين اه بيشتوصف تشبيه معدي كل يعني مغني كل العصور زي ما بتقال اسلوبه ما اعتقد انه اسلوبه ما بتغيرش ولكن غني دايما عايشة معينا عمر قصة تانية انا مش هورك جدا على اللقاء ده وتعبناك النهاردة معينا لا خالص وجبناك انا حاول بقى في حلقة ان كنت بنقدمها بالليل بقى بنمس عليك بقى مش بنصب عليك وتقدم لنا بقى تكون مسخن شهورك جدا على اللقاء ده وكل سنة وانت طيب المطرب الشاب سمع عامر نورتانه النهاردة كل سنة وانت طيب وحرك طيب يا رب وشاهدينا في كل مكان ساعدنا بوجودنا معاكم النهاردة فعلى وعد دا بلقاءة اخرى قادمة انتظرونا غدا وفريق عمل جديد صباح اشتركوا في القناة